جنوب إفريقيا عاي تلعب مع تونس، نابيبيا مع مالي ماتش جنوب إفريقيا وتونس ده ماتش نار أولاً جنوب إفريقيا بتتكلم في ثلاث نقاط تونس نقطة، تونس لازم تكسب عشان تتأهل جنوب إفريقيا لو خسرت ما تخسرش بنسبة كبيرة أو بنتيجة كبيرة عشان تضمن أفضل توالد وعتخش في حزبة نابيبيا ومالي هي مباراة الصدارة بالنسبة لمالي السالة عشرية من مساء اليوم والنهاردة مباراة المجموعة السادسة والأخيرة ومباراة ديتهم منها لأن دا الطرف إلي هي واجه منتخب مصر في دور الستاشر يوم الحد زنبيا مع المغرب والنهاردة كودفور كلها بتشجع المغرب كودفور كلها نفسها المغرب تكسب بسكور كبير وتكسب زنبيا عشان تبقى المغرب في الصدارة وزنبيا نقطتين فيدي مساحة وفرصة ولو ضئيلة إن ممكن الكودفور تتأهل كأفضل أربع توالد فدي نقطة تانية كمال إن خلاص غينية ومورة تانية تأهلوا كأفضل يعني في لعبة أو أفضل منتخب في المركز التالي فبالتالي بقى مركزين الكودفور بتنافس بتنافس مين؟ بتنافس نبيبيا بتنافس زنبيا بتنافس جنوب إفريقيا فماتش المغرب النهاردة مهم جدا عشان الكودفور طيب حكام مباريات النهاردة النهاردة فيه تقيم تحكيم مصري فبالتالي هنبدأ الأول بحكام مباريات جنوب إفريقيا وتونس حكم المباراة الحكم السنغالي عيسى سي وعلى تقنية الفار الحكم الموريتاني دحان بيدا دول حكام مطش جنوب إفريقيا وتونس الساعة سبعة مطش نبيبيا ومالي في نفس التوقيت هيديروا الحكم الرواندي سامويل أنيكوندا وعلى الفار الحكم الجزائري لحلو بن براهم لحلو بن براهم دي المباراة الرابعة ليه على تقنية الفار على فكرة محمود عشور عامل رقم قياس ست مباريات حتى الآن على تقنية الفار نروح مع المطش المغرب وزنبيا الحكم الجابوني مبيان هو حكم مباراة المغرب وزنبيا وعلى الفار الحكم الجنوب إفريقي توم أبونجيل الناس استغربت إزاي توم ياخد مطش زي دا وهو لسه عامل مثلا كرسة في مباراة مصر لا أنا تأكدته وشرحت لحضراتكم قبل الفصل أن الجنوب إفريقي توم أبونجيل كان قراره صح وهو اللي قال للحكم اتشاهدي في مباراة مصر تعالى الكرة لمسة يد الكرة هدف وبالفعل جاب له كذا زوى وأثبت له ما فيش لمسة يد فبالتالي توم أبونجيل النهاردة موجود لأنه أجاد في مباراة مصر والرأس الأخضر ماتش القنغو الدموقراطية وتنزانيا طاقم تحكيم مصري الناس كلها مستغربة وربنا يكون فعون أمين وعمر وطاقم التحكيم ليه بقى؟ القنغو الدموقراطية النهاردة بنسبة كبيرة ممكن تكون في المركز التاني وتواجه مصر والمباراة جاية مع مصر فازاي لجنة الحكم تحط طاقم مصر لهذا اللقاء اختيار برضو كان لازم لجنة الحكم في الكاف تراعي هذا الاختيار ولكن أنا واثق جدا والناس كلها واثقا أن التاقم المصري نهاردة يعمل مباراة لأعلى مستوى أيا كان الألوانات والتشارتات ومنها وعيوجه مين الحكم الدولي المصري أمين عمر معاه مساعد أول الليبي عطية عيسى المساعد الثاني التونسي خليل حساني الحكم الرابع المصري محمود البنة وعلى تقنية الفار الكابتن محمود عشور ومساعد تقنية الفيديو الفار ايفور الكابتن محمد عادل دول حكام مباريات اليوم في الأربع مباريات سواء في المجموعة الخامسة أو المجموعة السادسة الفرق اللي هتواجه بعض